هل قراءة صورة الواقعة تمنع الفقر؟ يعني عايز يتبين من هذا الأمر الحقيقة أنه وردت عدة أحاديث في بيان فضل صورة الواقعة لكن هو الحقيقة معظم هذه الأحاديث من ضعيف يعني معظم هذه الأحاديث كما تتبعها علماء الحديث فوجدوها معظم هذه الأحاديث اللي جاية فيها ضعيف من أشهر الأحاديث في فضل صورة الواقعة ما ورد عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ صورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة يعني لم يصبه فقر لكن الحقيقة هذا الحديث رواه البيهاقي في شعب الإيمان والإمام الطبراني في الأوسط وغيرهم وهو حديث ضعفه عدد من العلماء يعني إيه ضعفوا؟ يعني تتبعوا وحققوا هذا الحديث فشافوا إنه ضعيف وقالوا إنه ضعيف الإسناد السلسلة بتاعته فيها ضعف والمقرر لما بيقابلنا حديث ضعيف هل إحنا بنتجهله تماما؟ لا المقرر إنه بيجوز العمل بالحديث الضعيف لكن بمجموعة من الشروط المهم أول الشروط دي إنه يكون الحديث ده جاي في فضائل الأعمال يعني حاجات إنت بتعملها تاخد فيها يعني سواب وفي فضائل الأعمال لتحس على العمل الصالح وبيشترط إنه طبعا إنه يكون العمل بالحديث الضعيف مقتصر على فضائل الأعمال زي الأذكار يعني الأدعية قراءة القرآن لما العلماء يقيدوا الحديث الضعيف بإنه يكون في فضائل الأعمال يعني مش فيه العقائد مش جاي فيه الأحكام الشرعية الشرط الثاني اللي قالوا إنه إحنا ممكن نعمل بيه الحديث الضعيف ألا يكون شديد الضعف المرتبة بتاعته مش شديدة قوي في الضعف فيجب إنه يكون الحديث ضعيف غير شديد الضعف زي الأحاديث اللي بتحتوي على الأحاديث اللي هي شديدة ضعف دي بيه فيها رواه كذبين أو متهمين بالكذب في الحالة دي ما ينفعش إنه إحنا نعمل بيها كما أشار وبين ووضح السادة العلماء الشرط الثالث إنه يكون لهذا الحديث أصل في الشريعة بيندرك تحته بحيث لا يتعارض مع نصوص أخرى صحيح لنهاردة أنت القرآن كتاب مبارك فأنت خذ من القرآن ما شئت لما شئت فإن قرأت سورة الواقع وجاء فيها حديث بأن من يواضب عليها بكل ليلة تقيه الفاقع عموم القرآن بركة فإذا انت خذت من القرآن صورة بنية كذا أو كذا فإن شاء الله تندرك تحت عموم بركة القرآن الكريم وهذا معنى الأصل اللي بيندرك تحته الشرط الرابع فإن إحنا ممكن نعمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط الشرط الرابع اللي ذكره العلماء ألا يعتقد عند العمل به أنه ثابت هو عارف أنه الحديث ضعيف لكن هو يعمل به من باب الرجاء في فضل الله تعالى ورحمته وعلى هذا وبهذه الشروط اللي ذكرها العلماء يجوز لي العمل بالحديث الوارد في فضل صورة الواقع على إن القرآن زي ما قلنا لحضراتكم كله كتاب مبارك فيه شفاء ونور وهدى ورحمة للمؤمنين والمؤمنات طبعا إذا الإنسان بيدعو الله صعة الرزق وبيسأل الله بالقرآن الكريم يسأل الله ويقرأ صورة كصورة الواقع مش معناها يقعد بقى في البيت كده ما يشتغلش لا لابد من ضرورة السعي عشان لتحصيل ربنا أقام الدنيا على الأسباب ناخد بالأسباب وإنت بتاخد بتدعو وبتعمل بما ورد في السنة من الحاجات اللي بتعين بتفتح للإنسان أو بتعطيله مفاتيح التيسير فإنت بتقرأ صورة الواقع بتقرأ القرآن وتدعي بعده إن ربنا يوسع عليه وأنا بسع أنا بذكر وبسع وأدعو الله تعالى وباخد بجميع الأسباب مع القراءة والدعاء وتمام التوكل على الله تعالى الحي القيوم ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر